أول حاجة عايزة أعرفها منك أنت إزاي دخلت السوشيال ميديا درست إيه وإيه اللي دخلك السوشيال ميديا أنا بعش على السؤال ده يعني أمتا يعني أنا ابتديت أيام ما كنت ستودين في الجامعة أيام ما كنت طالب يعني في الجامعة درست بيزنس بس كان التخصص بتاعي فاينانس كان يعني التخصص بتاعي ما لهوش علاقة بالماركتينج أو صفحات تواصل الاجتماعي نهائي لسبب ما أن أنا كان في يوم من الأيام كان نفسي بأندي شركة فكان لازم يبقى عندي خبرة في الأرقام يعني كان لازم يتحط قدامي مثلا حسابات أرقام أقدر إيه أخد ودي مع قدامي في الموضوع ده فخدت القرار أن أنا أبقى الدراسة بتاعتي في الفاينانس أو التجارة يعني عمتا شوتر أكيد طبعا في الأرقام بنحاول يعني أنا ضايع في الأرقام يعني ده مهم جدا لازم تبقي عندك باكراوند في الأرقام طبعا وفي نفس الوقت أنا كان عندي شغف أو كان عندي passion أو كان عندي حب للماركتنج أو صفحات تواصل الاجتماعي أيام أنا كنت في الجامعة وده اللي ابتديت أقوم به كتجربة ابتديت أجرب ابتديت بصفحة صغيرة على الإنستجرام ابتدت بتلاتة فولورز والدي ووالدتي وأخويا كلام ده كان في 2010 كانت صفحة بسيطة جدا كانت بتنزل نكرة يعني كانت بتنزل ميمز اللي هو المسمى دلوقتي بتاعها بأسمه ميمز فابتديت أنزل الحاجات دي على الصفحة الصفحة بتاعت تكبر يوم ورا يوم ابتديت تزيد فده اداني الخبرة إن مثلا لما ييجي حد يقول لي علي طيب إحنا عايزينك تساعدنا في صفحات تواصل الاجتماعي بتاعتنا أنا عندي مطعم مثلا أو عندي أوتيل أو عندي شركة عايزينك تساعدنا في صفحات تواصل الاجتماعي دايما بيبقى في حتة كده ورينا أنت بتعمل إيه أو اثبت لي أن أنت كويس أو اثبت لي أن أنت خبرة فزمان لو بكلمت مثلا في 2010 11 12 كان بالنسبة لي أنا لسه ما عنديش سي في زي ما بيقولوا فأنا كان السي في بتاعي هي الصفحة اللي أنا أمتها من غير مكفى أي تمويل خالص من الصفر اللي النهاردة بقت حوالي 800 ألف فالو فهو ده كان أساس اللي خلاني أبتدي المصارب بتاعي في السوشال ميديا وأدى أنا بقت شركة الحمد لله والشركة بقت اتنين طيب لما روحت أنت بتقولي في الأول خالص ما كانش في حد عندك غير باباك وممتك وأخوك طيب لما أنت روحت لأهلك وقلت لهم أنا خلاص يا كمان أنا هشتغل على السوشال ميديا بس كان إيه رد فعلهم خصوصا أن الأهلي يعني بحس أن هما لسه شوية وانت بتقولي 2010 يعني ما كانوش لسه داخلين في قصة السوشال ميديا بلاتفورم ويعني الحاجة دي ممكن تخدهم يعني صح طبعا وده زي أي أهل يعني ده الطبيعي أن الأهلي بيبقوا خايفين على أولادهم يعني خايفين ياخدوا قرار غلط خايفين ياخدوا قرار مش وقته يعني أيا كان بس ده الطبيعي ده حب يعني فقعدت مع أهلي أنا في ساعتها كنت شغال في شركة يعني يعني أنت كمان سبت الشغل اه يعني أنا اشتغلت اشتغلت مرتين في حياتي بصراحة والمارتين ما كانوش يعني في المكان الأولين عادت شهرين في المكان الثاني عادت شهر فمعادتش كتير يعني ف كتير عادت مع أهلي قلت لهم يا جماعة أنا شايف أن أنا عايز أكمل في مجال السوشال ميديا فأنا حاس أن أعايز أستقيل وكده طبعا كان في خوف يعني كان في سنة خوف بس يعني أنا قدرج أ могу أكون متفاهم يعني بالنسبة لهم كل السوشيال ميديا في ناس فشلت والجيل غير جيل طبعا فروحت قلت له أنا عندي حلم أن أنا أكبر خبير سوشيال ميديا في مصر ويبقى عندي شركة إدارة سوشيال ميديا وشركة إفنس ونعمل حفلات ونعمل كذا ونعمل كذا فطبعا كانوا خايفين بس دوني السابورت كانوا خايفين جدا يعني قالوا لي يا ابن أنت متأكد اللي أنت بتعمله أنت واعي أنت تسيب شغل باري ستيبل وسلري كويس جدا يعني يعني مرتب كويس وشغلنا مضمونة المرتب كان كويس جدا الحمد لله وكان لها كارير باث بقى وترقيات وكل حاجة بس أنا ما كنتش لعي نفسي في الشغل ده وهم احترموا ده جدا قعدوا وقالوا لي إحنا رأيانها عكسك بس يعني في الأول في الأخير هنديك السابورت وحصل كده فعلا الحمد لله ووصلت وهم ما ندموش ما ندموش خلاص لا بالعكس يعني هما من أكتر بابايا ومامتي وأخويا أكتر الناس بتبقى يعني فخورة بي في قصة الناس وتبقى عارفة الأعداء بتاعت الهول أنا أبني عارفة عنده 800 ألف فالو صح؟ بتبقى كده يعني هما الاتنين بابايا ومامتي وأخويا طبعا فخورين جدا بي الحمد لله الحمد لله